بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم قلت عبد الرحمن كنت أريد أن يسكت لا أريد أن يتكلم لأن أمي جماعة الخير خوافة بشكل مطبيل فظاهرت أنه فعلا نحن الذين يخشون ونطلع كذلك أقنعتها طبعا عبد الرحمن كان مستغرب من تصرفي لأن الموقف الذي حصل في الغرفة لعبد الرحمن كان يحسبني أنا الذي كنت ناعم عند رجل لا أعلمت بالحقيقة أبدا أمي خوافة عبد الرحمن أخص منها ثم رأى عبد الرحمن وفعله صنعه وفعله صنعه يحسب لأنه ليس لا يحسب لأنها فقط وفعله سيكون أكثر وفعله فقط وفعله أكثر فقط وفعله وفعله يحسب لأيجاب محطة يتحدثون وفعله المساعدة وفعله وفعله شبك وهمتزاه أنت ليس ولكن مثل عليك إن تخبرهم لا تقول لها والتخبرت لا أولا كتب أن يدني وعالاك مخفتت لها لكن الغامت عده من أبضرحمن سيقل ذلك كان يدى إلى مخفتة بين أبضرحمن وقال إلى قالت أنه voltا فعله أنه لا تفعله وليس لديه سبه عده من أجل سقرحمن أنه غدت Louis لأن هناك شيئاً غيراً وعلمت بكل شيء قلت له ترى يا عبد الرحمن ذاك اليوم عندما كنت تتكلم وتقول له أنا نمت عند رجلك وما أدريش ترى مشيتها وعديتها ليس أنا ثم تركيا عندما نتحدث عن عبد الرحمن يقولوا ما يحدث في الوقت ليس لأني أن تتكلم على قد لك فإنه لا يمكن أن تكون جين الشيء الثاني الذي أم تكلمت عنه اليوم أننا ندخل غرفتها ونخرج وأنا حاولت أن أسكدك لا تتكلم أنت أكيد عارف قال يا تركيا لا تجنيني يرحم أمك تتكلم من جد قلت أنا والله عبد الرحمن هذا الذي حدث وأترى أيضاً حدثني في السيارة عندما أجب الكشاف كذا وكذا وكذا وتتذكر أيضاً عندما أرجعت البيت وخاصمتك قلت لك ماذا ترى عند الباب قلت لك تتكلم وتبتسم وتشرط قال أيها نسخة منك عبد الرحمن كان واقف عند الباب ويبتسم وأول ما قلت له ووقف شرد فإلا أنه يقول وضع ليس سألني أبداً من أنه وحشكت وقامنا لغد المشاكل ومن أنه أَن ماذا يقيق وتتشهل المشاكل وعندما قلت لك وقف أم المشاكل عندما أنت تعالى كذلك وليس أنت وأنني أرغب وأنني أتقل ولم كذلك وقد أرغب وقد أعطل هو أنه وقد كان انت وقد أخواناً كذلك وقد أخواناً 100% دعوني. يمكنك تتعلم الناس من الناس. وكذلك يمكنك تتعلم الناس. وفي الوقت لا يمكنك تتعلم الناس. عبد الرحمن. هل ترى البيت الذي نحن فيه هو البيت ضد هذا؟ مليان بالجن ومسكوم. فلا تستغرب لو رأيتها غريبة أو تسمعت صوت غريبة. وفي نفس الوقت لا تعلم امي. يقول انه يقول انه هناك جن. دعوني. لذلك لا تتعلم عن شيء آخر. ايضا ان تتعلم الناس. يا جماعة الخير. الآن هذا كله كوم بيت جدي الذي نحن فيه المسكون. وغرفة الشايب كوم ثاني. عندما كنت أذهب أكثر حاجة لا يكرمكم في الحمام. كان في الوقت الذي يبدأ يعني الساعة 9-10 حاجة كذا. اذهب الواحد لا يوجد مشكلة. على الرغم من انه الشايب 24 ساعة جالس بره وقاعد يتفرج في التلفزيون حقه القديم. وكان في شيء غريب يا جماعة الخير مرافقة الشايب هذا على طول. كنت في الوقت. لذا يقول انه عندما يقول لتوالتر تحت 9-10 حاجة يقول انه يمكن ان يذهب. حيث انه يكون في الوقت. لكنه يقول انه لم يكن هناك شيء آخر. اوه يوجد يوجد شيء آخر. في هذا الشايب يوجد 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 دائما. في بس الساعة مرافقة الشايب 24 ساعة. عندما يكون في الحوش عندما يدخل غرفة عندما يذهب سيارته يعني تمشي وراها على طول. لدرة. لقد اعتقدت انه احيانا كأنها تحرص يعني. عندما رهقب اخر الليل ويشوف يروح الحمام. البسه تقع تستناه براه. يرجع يدخل غرفته اخر الليل بينام تدخل معا احيانا احيانا تنام برا عند الباب. احيانا تجدها على الشباك من ورا سادحة. فانا شوية وسوسة يعني قلت خلاص يا تركيا لونها اسود صارت اللي انت خابر. حتى لما علمت اخي عبد الرحمن. عبد الرحمن قال لي ترى مو شرط يعني. يعني شايب الوحد عايش هنا ويمكن ربيها من زمان فعادي. اوكي يمكن انا موسوس. موسوس لأنه يجري hispies من مهلي ولو كان يحتاج للشاة وقال بذلك هل لن تعتقد قد تعتقد قد أغطي الناس؟ بعد ذلك لأجل أنه يبدوا فريد المهم، عندما كنت اعلمتكم في الوقت الذي بدري ساعة 10 و 9 سأذهب إلى الحمام تعالى يساف々 ولكن يطالع به عن الروح والدخل لكنه كيف تشاهده بعد المغرب يخرج إلى الشاشة القديمة ويأخذ معه قهوة وتامور وغبار أشياء مثلما ويجلس لوحده ويقعد يتفرج على الساعة 2 في الليل واحدة ونصف أحداً مثل هذا يأخلي الجانب والأغراض والدخل والأغراض والأغراض كنت أنا أو أخي عبد الرحمن عندما يكرمكم الله أن نحشر آخر الليل يجب أن نحرق بعض المستحيل أن لا نستطيع أن نخرج آخر الليل و هو جالس باره و يذهب إلى الحمام صراحة في يوم الأيام أنحشرت بشكل كثير يقول أنه في العظيم عنده يريد التوالي يقول أنه يريد التوالي يكون يتسجد التوالي وضع إلى 1h30 أو 2h ثم أتباً فإن أنه يزاله في المط潍 أو يرغب بالطبع بعد 2 nights وكذلك يجب أن الأمر ليس في لمساء وأنت أخيرا في الليل وقلت الأبد الرحمن أخيرا علينا ، لم تحبس عليك مشكلة ونروح أمني أننا نحن مزيد جداً ونحن عمرنا ونمشي يطالع فينا ورحمن عبر رحمن ما يطالع فيه وأنا ستبه وليس تسلم عليك وليس لا تدع وجه وصلنا إلى الحمام وقلت عليك العبد الرحمن وأنني أدخل بالكشاف معي انت خليك عند الباب لا تتحرك. وانا قاعد اقضى حاشة الله يكلمكم عبدالرحمن كان في مغسل الخارجية عند الحمام قال يا تركي انا بغسل وجه وزيك كذا وبرجع لك. قلت. فرم ينسى الغولة الهدف والساناج ينسى معه وسيته وغسل وخاصه موقعي. الغولة والسانج ذكره وانا قلت. ورزيقه للشاعر والسان بارحمن عبدالحمن قال لنقضي من الناس لا تنسى المتقواد. واناقى لنقضي المهل يضحه إلى قطاء اخذ وبالتحالي. وانا قد مصاريه يراجع أحد مكتبات. لذا كان هذا الرجل لأسفل الفيزاج أو أسفل الإمان لا أعلم لديه مشكلة لكن لا تبعد لا تبعد لك أخير بالمهم قليلاً أشعر أنت أخير أنا عبد الرحمن لا يرد عبد الرحمن أنت عند الباب ولا أحد يرد قلت لبست على طول وأفتح الباب إلا وأنصدم شفت عبد الرحمن جالس مع جدي وقاعد يتقاوى ثم يرى رحمن جالس مع جديد يتقاوى بالكافي وطير على طول وأسعب يده وأجره معي للبيت قلت له صحي؟ بعقلاً كنت مريض فيك شيء؟ أنا لم أقلت لك لا تبعد بعد ذلك لم أقلت أنك تذهب إلى المغصلة وترجع؟ قال طيب حدي 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 أنا فهمك ثم يرى رحمن جالس يرى رحمن جالس يقول أنك ماذا تحدث؟ لم أتحدث أن أقوم بالتواليات ثم أنك ماذا تحدث؟ يقول أنك ماذا تحدث؟ يا تركي والله العظيم لا أكذب عليك بحرف واحد عندما كنت توضع عند المغصلة لم أشعر إلا بظل خفيف وراي واحد يدق بكثفي وأول ما ألتفت بسم الله الرحمن الرحيم إلا بلاقي الشاي بهذا جديد واقف وراي قام ما تفعل الشيء الغريب يا تركي الذي فعلاً أنا لم أشعر فيه عندما قام جرب يدي وقعد يتكلم بكلمات غريبة لا أعرف كيف أقول لك مثل التنويم المغناطيسي لم أشعر إلا أني جالس معه في الجلسة وقام انه يذكر فعلاً آخر عندما كنت أحاول أني أقوم أحاول أنّ اقف عندما يبغرّني في الجماعة الخير حيث أن يسوا وأريد ويسوا ويذهبني وكان يتحقق بكل برود ويسحبني وقال برد قوي قال لي طيب اوك وعندما جلست معه ما حدث؟ قالت انا لا اعرف اي تركي يتحقق معي ويسولف وانت ملد من وانت راجعين ومثال ماذا هذا الكلام؟ قالت فقط عندما يتكلم ، قال لقه وضعه القهوة وقاله يلعب هل تعرف؟ حيث تحيته وفي نفسه كنت خائف فشربت استغفر الله علي العظيم المهم عدت العيث وعندما أسرعه أخذ مناقب بجئة وعندما أخذ مناقب قمنا بجئة وبدأ على التحرير وقال لأجربه وقال لأجربه وقال لأجربه وقال لأجربه وقال لأجربه وقال لأجربه وانتوا عارفون انا في اخر الليل مستحيل اروح الحمام الله يكرمكم الاو عبد الرحمن معايا بس المرة هذه عبد الرحمن نام ولما جيت صحيته عبد الرحمن تكفى عبد الرحمن بس بالروح كذا صد ردوا بسرعة قال لي يا تركي والله ما قوم يا شيخ خلاص روح الوحدة الا ما شفت عبد الرحمن مصر قلت والله العظيم ما يقوم وعرف عبد الرحمن نوم ومرة ثقيل سميت بالله بس قبل ما اطلع يعني طلعت شوية كذا مع فتحة الباب لقيت الشاي ببره جالس وانا كنت مرة حشران وعرف انه في الوقت هذا خلاص بقى نصف ساعة ساعة بالكثير ويشيل اغراض ويدخلوا الغرفة بس ما قدرت استحمل جماعة الخير قلت يا بوي خلاص بسمي وبطلع ولا بدي وجه وانا اصلا بين وبينكم خفت لما اخوي عبد الرحمن قاعد يصف لي لما جاء سحب يعني ويقول ما حسيت وكأنه تانوي مغناطيسي فخفت يعني اللي صار مع عبد الرحمن يصير كمان معا المهم سميت بالله وتوكلت على الله وشلت الكشاف وطلعت يوم مشهت ولكنه يتوقع وانا ينتقل على الهوى سنجد وعنده يتوقع فيما ساتر لي من خلاص بطلع لقاء المهمة وانا يتوقع سيزقه في الوقت وانا كنت بلي جاء عمثي قدرت أن أخذ من التدري وانا كنت قدرت أن يتوقع بمحر معتده من المهمة بمجرد كم المهمة باقربات لي وليس بس منتقل ويقق بمجرد وبين اضفع وقربت ومرأت من عنده كان أسمع يقول يا ولد ولد أنا سافله أسمع من هنا وأخرج من هنا طبعا صوته صوته يا جماعة الخير كان صوته مرة مخيف المهم عندما دخلت الحمام أنا وخلاص قضيت حاجة يا الله يكرمكم عندما جئت أبطلاء رديت الباب أريد أن أرى ما يفعله حقا قال أنه يذهب إلى الطبيب أهلاك أخير يا ولد ولد أهلاك أخير ولد أنه يمكن أن يزعيد في الطبيب قبل أن أصابت وقال كما لا أرى ما تقلق قال أنه يذهب إلى الطبيب وقال يفعله بعدين زادته يبدأ برأسه أنه يتبقى وقال إلى اللهم أنطمت وقالت وقت لأخير وقابتني بالظبط وقعد يراقبني. كان بس يستنى اللحظة اللي اطلع فيها من الحمام ما ادري ايش كان يبقى. قلت انا مدام استقعد لي كده والله الا اجلس في الحمام حتى لو اجلس يوم كامل من يطالب. اجلس طولت في الحمام بالكشاف وقلت قبعة شوية اطالب على الباب اشوف راح جا تغير مكانه زي ما هو. قبعة اطلع يضب الفرشة اللي انه جالس لها ویدن شاشة و دخل الداخل داخل ايضا. انا هنا مرة اطلع اطلع غير جمعة الخير فيها فرشة اللي اللي جلست فيها في الحمام افتح. اطلع بشأنه. بعد ان يرى الانه يرى الانه بعد ان يرسه بشأنه يأتنى بشأنه وسلم يساعد ابقاءه وانه تصحده وانه قدرة اشتبه يرى الفرشة اللي اللي كانت بأمام بشأنه يمتع في خماله. إلا قليلا أسمع صوت غريبة في الغرفة وكان صوته هو نبرة الصوت عندما مريت من عنده وكان يناديه يقول يا ولد تعه لكن الكلمات التي كان يقولها جماعة الخير كلمات عسون لا أعلم كيف لا هي مفهومة لكن أسمع نبرة الصوت كل مالها تعلو وتنزل أنا وقفت فجأة في وسط الحوش وقام يلعب فينا الفضول ومن زمان أصلا نفسي أعرف وأنا حالف قبل كده قلت والله ما أرجع الشرقية لين أعرف سر هذا الشاي بش فيه بالفضل كلمات عادة ترجمة في الغرفة كل قاعد ينصحنا منه زي كذا قلت لازم اعرف المهم شوفوا ايش سويت سميت بالله وريحتي جماعة الخير دخلت من ورا الغرفة حقته كان فيه شباكين الشباك اللي كان طالع منه مصدر الصوت هذا ما عليه شبك من بره الشباك الثاني موجود في نفس الغرفة بس كان مقفل بالشبك فانا كانت الفرصة لي متاحة اكبر انه ما كان فيه شبك قدرت اطالع بالضبط واشوف هو ايش قاعد يسوي فاول ما قربت معنده الشباك وقاعد طالع من الفتحة زي كذا يا جماعة الخير من جدا غبنت كنت بس قاعد يشوف ظل قاعد يتحرك زي كذا وقاعد يتكلم يقول اشياء غريبة ما شفتوا بالضبط ايش قاعد يسوي لذا يقول يقول انه يريد انه اعرف ماذا كان يقول الفنة اللي انتهاء كان صوت بزار عندما يبدأ انه يصبح سيحر سيحر يقول انه كان فنة انتهاء لا يمكن انتهاء انتهاء لكنه يقول انتهاء 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 احاول اقرب الف يمين انتهاء انتهاء المهم بعد ما ايست وعرفت اني ماني قادر اشوفه خلص صبت ومشيت البيت اليوم اللي بعده علمت اخي عبد الرحمن بكل شي حصل قلت عبد الرحمن ترى شفت لما جيت صحيتك وما رحت معايا ترى اكتشفت شي غريب قل لي ايش شفت؟ قلت والله عبد الرحمن صراحة اول ما طلعت من الحمام سمعت اصوات غريبة في الغرفة قال اي غرفة بالضبط قلت غرفة جدة يعني غرفة مين قلت ايه وما شفت بلله لأسف لم اشفت شي كان محشور اذا في الزاوية وكنت بس أحاول ارى ما شفت الا ظل وكانت يترجمت الرحمن وانت رأتي الى نوية عندما تتبعني وانت في نوع معي انا في التواليت ثم انترى ان اتدى هناك شفات بزارة ان اتدأى ان ارادتها وانترى فيه في شكل وانترى ان ارادتها مع بعض النام لكن انا اتدأى ان ارادتها بزارة ريحة يا عبد الرحمن يا لطيف كسما بالله لا اقدر اوصفها قال لي طيب تدري أقول لك شيء ترى طول فترة تواجدنا هنا في البيت بعد ذلك يجد أن أشعر أن أشعر جداً 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 جدي في الأسبوع كذا يومين أو ثلاث يام محددة أشوفه دائماً يطلع من المقبرة وينزل الوادي آخر الليل قلت أنا عبد الرحمن ويش عرف كنت عني تقعد راقب 24 ساعة قال لا يا حبيبي أنا ما كاني تعرف جنب شباك وكنت أحيانا نقوم آخر الليلة تقلب وكذا فبالصدفة مرة شفت جدي ولكن أحفظ أنه كان يقررها دائماً في نفس اليوم يطلع من المقبرة وينزل الوادي آخر الليل وكانت فيه كلاب وراه قاعدة تنبح ومو خايف ولا أي شيء طيب بعد صوفه عبد الرحمن يقول أنا أيضاً سأتحدث عن شيئاً يقول في المقبرة عندما يدور كنا نرى أنه كان كاري وكان يوجد سداري وكان يوجد مور يوجد أيضاً على الواد وكان يوجد أيضاً على الواد وكان يقول أنا أيضاً لقد رأينا أيضاً يذهب يذهب الى السمتيرة يقول يوجد بوضع يقول أن يقوم بوضع بالوجة يقوم بوضع بوضع يقول يوجد أن هذا لا يشترك يقول التقوير يعني أن كل الوضع يوجد مور لا يوجد يا عبد الرحمن قلني أن ترى بالضبط لا أرى بالضبط هو ما ترى بوضع لكن كل ما رأيته كان رابط بكشة في نفس العكاز لكن لم ترى منظر بالضبط في هذا الدكتور لا صراحة لا أردت فقط أنه يخرج من المقبرة في آخر الليل وينزل الوادي وبعد ذلك يرجع للبيت ومن بعدها خلاص إذا قالت أنه لقد أردت شيئا فعلا فرحة لا أردت شيئا فقط ما أردت أنه لقد أردت بلوشون فهو بطن مع ساك يسمى بوكشا وقالت 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 إلى السمتير لأن السمتير يوجد إلى السمتير لكن لا أردت شيئا أخي عبد الرحمن أصبح أكبر فقط نستكشف ما الذي يوجد في الغرفة عند الشايب ونحن نريد أن نفكر شفرة الرحب التي نعيش فيها من الشايب الذي هو جديد قالت لأخي عبد الرحمن أنت الآن لا تعلم أمي أبدا ولا أنه صار شيئا لا أنا ولا أنت شفت حسن؟ قال لي لقد أردت شيئا يجب أن ننسي أكثر يجب أن ننسي أكثر ويجب أن ننسي أكثر لكن لا يجب أن ننسي أكثر ويجب أن ننسي أكثر ويجب أن ننسي أكثر ويجب أن ندفن هنا في الغرفة المهم الأيام التي ذكرها لي عبد الرحمن ويقول أنه يرى جديد يطلع من المقبرة وينزل للوادي وكذلك أنا ركزت على الأيام هذه بالضبط فكان عبد الرحمن عندما ينام يقول لي أن أكون جالس عند الشباك لكن أستنى اللحظة التي أرى جديد يطلع من المقبرة وينزل للوادي يقول أن فيما يقول أن أبدا الحمن كان يصبح أكثر ويقعه ويقول أنه يصل إلى الفنة ويقعه ويقعه قالت أن أسأل نفسي ومنها انتهزت في الفرصة أول ما أراه جديد وانا أسكت الكتاب وقعد أقرأ ذلك وقعه أكثر أسمع صوت كلاب تنبه وصوت الكلاب فيما يتقرب كان شيئا مخيف أقربت حسن أكثر وأطلع ذلك وقعه جديد يطلع من المقبرة لا يقول أن يقعه يقول أن يقعه في الفنة ويأخذ على الفنة ويقعه فيما يرى شيئا ويرى شئ يرى شئ ويرى شئ أبدا وكان نفس كلام أخي عبد الرحمن شايل البكشة في ظهره ورابطه في نفس العكاز وقاعد يمشي طبعا كان هو من الجهة هذه أنا كنت جالس كما علمتكم من جهة الوادي تكون من اليسار فأنا لما كنت جالس عند الشباك هو كان جائم من الجهة هذه من جهة الوادي فأنت أور كذلك ودخل مع الباب الرئيسي يذهب إلى الغرفة أنا على طول قمت من عنده الشباك ورحت رقبته من عند الباب لأن الباب كان من الجهة هذه مقابل للمدخن كنت أخبرت على بحاجة الوادي هو أن نسمت من جهة الودي حتى لوحدث Cherدت في حاجة الوادي فإن تم دخل للتحارب في الجهة يجب الشباك سيكون هناك ميت يوجد إسم أنه قد ب43ين ينشترك بالحاجة على الحاجة وفي جهة مطلع الغربة موجودة بين الباب الرئيسي لا أعرف أن تمفضون من عند الباب وشفت لما داخل مع المدخل وداخل لغرفته قلت يا بوي هذه فرصتي انا بصحي عبد الرحمن وبنروح نشوف ايش عنده من مصيبة رحت انت عبد الرحمن على طول وقاعدت صحي عبد الرحمن عبد الرحمن قوم يا اخي هذه فرصتنا خلاص جدي داخل الغرفة عبد الرحمن يا جماعة زي ما علمتكم نومه جدا ثقي وانا رايح شلت الكشاف زكذا وقاعده كل بينه وبين نفسي طيب يا تركي انت صاح الحين تطلع لوحدك وتروح تستكشف يعني افرض انه كشفك طيب كان قليلاå بعدًا لهم في داخل نانفيه Wel وقاعد امشي بالكشاف بشويش بحيث انه حتى ما يسمع خطوات رجولي وكان جماعة الخير المكان ما بين الغرفة حقته من الخلف والحوش مرة ضيق وكان مرة ظلام فانا يوم كنت امشي كنت مرة حذر يا جماعة الخير وكنت خايف نفس الوقت يكشفني وخايف اصلا من الوادي كانت جنبي والمقبرة يعني ما كنت ادري هل هي بتجي من الجن او انها بتجي من الشائب المهم وانا ماشي الان وراء الغرفة ومشغل الكشاف قاعد اسمع نبرة الصوت اللي اول كنت اسمعها كل مالها تزيد وكانت ما هي مفهومة من جدي وكل مالها ترتفع دسفوزو مو وطلعت وقاعد امشي بالكشاف بشويش بحيث انه حتى ما يسمع خطوات رجولي وكان جماعة الخير المكان ما بين الغرفة حقته من الخلف والحوش مرة ضيق وكان مرة ظلام فانا يوم كنت امشي كنت مرة حذر يا جماعة الخير وكنت خايف نفس الوقت يكشفني وخايف اصلا من الوادي كانت جنبي والمقبرة يعني ما كنت ادري هل هي بتجي من الجن او انها بتجي من الشائب المهم وانا ماشي الان وراء الغرفة ومشغل الكشاف قاعد اسمع نبرة الصوت اللي اول كنت اسمعها كل مالها تزيد امسي الان تخسر كدير وكان قاعد اسمعه الشجارة امسي الان اولاق الان او انه تدمير للجن كانت محافظة محافظة من جدي وكل مالها ترتفع وماذا تنزل تنزل شي جدا كان مخيف المهم ، أكملت طريقي و قاعدا ما تنتهي وفجأة دعست على قصن الشجرة فهو يقول أنه هو تتابع المشاب كما يقول أنه هو مرمون وأصيب أن كتابع وبدعاته وكيف يفعله عن كل ما يفعله وميلاً يفعله وليس بالعمل على شقابه ويجعل بروجه لا يوجد بروجة لذلك يمكن أن يكون مدعستك على القصن الجماعة وانكسر كانت جديد من وقتها eseB قلت فقط، سمعني وقفت مكاني طفيت الكشاف وتجمت تخيلوا سمعت صوت مباب الغرفة انفتح قلت انا يا لطيف جعل الان انا وراء الغرفة الوحدي وماني عارف بيجين وين اليمين وين من اليسار وين اشرد طفيت الكشاف وجلست على طول وانا جالس في اللحظة هذه وفي عزة الظلام قاعد اقرر معوذات واسمي بالله وقل يا رب يا رب ما يجي شوية جماعة اسمي لك يقول ان الوحيد يجب أن يصدر عندما يصدر جزء من تصدر الوحيد يبدو قبارا وانا اتنى الم LINP وانا اتعالى منه وانا انا عارف باسته وانا انا نصدر جزء لصدر يتواجه الوحيد قاعد يبشي وأرفع راسي كذا أشوف ذل كل ما يقرب عند الجدار إلا قليلا يقول أنه يرى شخص يقوم بالتأكيد يرى شخص يقوم بالتأكيد يرى شخص يقوم بالتأكيد وأشوف جدي واقف وقاعد يطالع فيه ثم يرى شخص يقوم بالتأكيد طبعا المسافة بيني وبين جدي كانت قليلا بعيدة وأنا وأنا جالس كانت جدا ضلام دامس ومن حسن حظي أيضا أنه جدي لم يجب كشافه معه فقط يقوم بالتأكيد فطول ما أنا قاعد الجماعة بالشكل هذا جالس كذا تمام وهو قاعد هناك واقف ويطالع ويسوي كذا يريد أن يتأكد هل هناك أحد جالس هناك أم لا هناك قليلا يقول أنه لم يكن لديه طرش وليس كذلك يرى كذلك يرى كذلك لكنه كذلك لا يرى كبير في السن ونظر ضعيف فكان الموضوع بالنسبة له صعد فأول ما رأيته أداني ظهره وقد قمت على طول الجماعة في الواقع في الواقع يرى بالشكل لذلك لا يرى ويقوم بالتأكيد ويقوم بالتأكيد أنت الخير ويقوم بالتأكيد ويقوم بالتأكيد وقلت وقلت أنت فيها فيها يا تركي لماذا ترجع ثاني مرة قريب من الشباة وفعلا جماعة أجلس مكاني لما أسمع الصوت باب الغرفة مفتح ودخل وسكر هنا بعد أن أخبر أن أخبر أن أخبر ما أفعله سألت ويقوم بالتأكيد ويقوم بالتأكيد لا ترجع فيها وفي الوقت يرجع فيها وفي الوقت ويقوم بالتأكيد أنا طمنت أن أرجع للغرفة لكن لم يقوم بالتأكيد وقلت أتأكد أن أسمع صوته أو يقوم بالتأكيد ويقوم بالتأكيد ويقوم بالتأكيد وأنا نظرت على نفسي لا أرجع للشرقية إلا وأعرف جدي هذا ما لديه بالضبط فكانت المسألة مسألة تحدي بيني وبين نفسي المهم بعد أن جلست بدقيقة أو دقيقتين وأنا قاعد أنتظره إلا فجأة وأسمع صوته يرتفع فسميت بالله وأكمل طريقي وأول ما قررت لديه الشباك وقفيت الكشاف على طول بحيث أنه لا يشعر طبعا الشباك كان مرتفع قليلا لأني جئت من جهة الشباك الذي كان فيه شبك وكما تعرفون خلف البيت دائما المكان يكون مهم الفاء كان فيه طوب وكذلك أخذ طوبتين وضعتها على بعض وطلعت قاعدة راقب وأنا قاعدة راقب يميني صار أحاول أرى ما أرى لكن أسمع الصوت من جهة اليسار بعيد قليلا قلت دعنا نذهب جاءت الشباك الثاني وأشوف وأول مرحة يا جماعة انصدمت يقول 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 لذلك يجب أن يذهب إلى الأخرى لذلك يوجد ممكن أن يرى الاخرى ويجب أن تكون شوكاً بما يرى تخيلوا، أردتوا يا جماعة الخير ربي كما خلقتني عريان لا يوجد أي قطعة قدامه مباشرة فاتح كتاب وجنب الكتاب مبخرة يرون كلمات غريبة يحرك جسمه بشكل غريب وماسك صوت في يده ويأتشفت أن الريح العفنة التي كنا نشمها منه كان مصدرها المبخرة ريحة الدخانة جماعة الخير التي تتعلم من نفس المبخرة لا تصف يقول أنه يرون ويجب أن يرون ويجب أن يرون كما يرون الله عزو الله يرونه يوجد أن يرون يجب أن يرون بذلك يرون ويجب أن يرون ويجب أن يرونه لأنه في الحظة لم يكن يرونه كان يوجد في جنبه كم السحن الصغير وكما يرونه ويجب أن يرونه ويجب أن يرونه ويجب أن يرونه في المبخرة لا أعرف يقول أنه هناك كبيرة كوبولا وداخل هناك صعبة وضعها وضعها يأخذها على البرج على شبابه وكيف تسمعها موسيقى كما تفعلنا نقل ذلك بعض المهم انا اقتمنت تعرفت ان شايب هذا اللي هو جدي او ما نعتبره جدي طلع مشعود أو ساحر يعني ولوف أعمال الجن وتحضير الجن والأشياء هذه بس أنه كان يأذمين الله العالم ما نعرف أبدا فأنا نازل بشويش كذب عنده شباك وخلاصة بمشي إلا جماعة الخير وصادف البس الأسود وواقف في نفس المكان اللي كان أول واقف الشايف فيه وقاعد يطالعني وأنا مماسك الكشاف وكشف علي جماعة الخير أنتوا عارفين لما تكشف على عيون البس تلاقيها كده تلمع حالي يُقلون مدى تلعين بشيء يزالى صفحة لما تقشف على الأشياء بحيث يصبح الأشياء سعرت تقشف على المساعدة إذن فتركوا كيفية خلاص كيفية؟ التحدث إليه وقاعدة يقولوا يا شاة كانت الشاة فريدية أعتقد أنه يكون شاة لأنه يتحدث في الوحيد بس لكم سترى أنا الآن أحاول أن أترد أبغى يبدأ عن طريقي ليس راضي يتحرك أفعلت حجر صغير و أرميت قبله أبغاً أخوف وطبع أن يجب أن أرمي الحجر عليه لذلك أيضاً يا جماعة الخير لا يتحرك قالت خلاص أخرج من الجهة الثانية وأأتي من الجهة الحمى أخرجت وقالت و أول ما أطلعت من جهة غرفة الجد من قدام سمعت صوت كيف في الباب الغرفة قاعد ينفتح أنا على طول أطرف شيئا جنب يقول أن الشهد لا يستطيع أن يتواجه لذلك كان يجب أن يتواجه و هو مفتاح لذلك من الأخرى لأنترى في الحاوض في المنزل يقول أنه كانت الحمام دخلت الحمام وسكرت على نفس الباب وقاعد كده أراقب مع الباب أشوف الجد طلع بفوت لافها على جسمه وقاعد يتلافت يمين ويصار وقاعد يتواجه وقاعد يتواجه وقاعد يتواجه بالمهم بعدما دخل وسكر الباب قاعد تنابو ثلاث دقائق أو أربع دقائق أو يتأكد أنه من جد لا يتطلع بعدما تأكدت أنه خلاص لا يتطلع ضفيت الكشاف وعطيت رجلي على البيت لذلك قاعد 3 أو 4 مينوط وقاعد يتطلع وقاعد يتطلع وقاعد يتطلع وقاعد يتطلع لا ينفع أن تخافز والله يا جماعة المواقف التي اتعرضت لها ويأت رأيتها بعيني قسمها بالله لا يتحملها أي شخص مهما كان عمره عموما نحن على الغداء كل مرة قلت لأمي أن يأخذني أمي يجب أن يأخذني أمي لتعود إلى الشرقية قال عبد الرحمن أيضا أمي أن نتفق مع تركيا وخلاص ما الذي أحسنا أننا نطلع قالت أمي تدرون أصلا أنا أتحدث مع أبوكم ويأتي بعد ثلاث أيام يقول لأسامير أقول لأسامير أنني أتحدث فرحة أريد أن أذهب يجب أن أذهب لن نتحدث هنا وعبد الرحمن قال لأسامير أنا أيضا أتحدث بعد أن أخبر سامير ويأتي بإمكانك ويأتي في ثلاث أيام عبد الرحمن كنا نطلع من الفرح المهم خلال الثلاثة الأيام التي كنا نستنى فيها أبويا لتأتي كنا نعود إلى الشرقية كنا نتحدث في الغرفة أخر الليل وطفشانين ولم نعرفين ماذا نفعل أنا أخذت أمي الكتب ويأتي في السقف وعبد الرحمن يأكل في الفضافر قلت قلي قلت نعم قلت فكرتك جيدة صراحة بس من أمنا تلفزيون قال لا تسوي غبيا تركيا يعني بالله من أول ما جئنا تدير أمام قد لمحت كده تلفزيون قلت أنا لا لا عبد الرحمن بالله يفكنا فكرتك خايصة وتدينها في داهية قلت قلت سفرع بشكل ثلاثي على الثلاثيات حتى يبدأ يبدو الأفضل وقلت ابدا الاعظم وقلت أنه يبدو أنه يبدو كنت تحديث بعد أنه لم يتوجد تلفزيون بعد أنه يبدو أنه يبدو أنه يكون تلفزيون بعد أنه يقول لا يوجد لا يوجد أنه يستطيع تحديث ومعها بالتلوكي منه عبد الرحمن انصدم من ردت فعلي لأنه كان أصلاً بأيان على وجه ملامع الخوف والرهبة قال لي طيب ايش فيك كذا خفت قلت انا لا 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 انا خائف أو شيء لكن فكرتك صراحة ما جازت انا في البداية كنت صراحة متردد علم عبد الرحمن لكن قلت بيني وبين نفسي خلاص انا أريد اصلاً معلمه قبل كذا وهو عارف كل شيء فعلمت بالهرجة كلها من الألف إلى الياء وما اللي صار معي بالضبط وما اللي انا رأيته داخل الغرفة انصدم لذلك يجب أن يتحدث كل شيء يتحدث عنه كذلك لكي يتحدث ويجب أن يتحدث عنه ويجب أن يتحدث عنه ويجب أن يتحدث عنه ويجب أن يتحدث عنه قلت لي تركي انت من جدك ورحت الوحدك قلت لي ورحت الوحدي لأنه اصلاً انا ندرت على نفسي لا أرجع للشرقية إلا وأعرف ما هذا طيب لم أعرف مصدر الريحل هذا الذي تصبت معه قلت لي صراحة لم أعرف المصدر لكن كل الذي ارى كان يجب أن يأخذ منه ويضعه في نفس المبخرة ونفس الدخان الذي اخرج من المبخرة كان روحته حقاً عبد الرحمن لا يستطيع لك بالله بعد سوفة الرحمن يقول فيما أنه ما هذا هذا الوحدي مصدر الهواتف ما هذا هو لا أعرف أنه يجب أن يتحدث عنه ويجب أن يجب لذلك على شباب لذلك يدخل الوضع بزارة ويقول الوضع بزارة لذلك الله يا تركي خليت فضولي يزيد للمرة الثانية نفسي يا أخي أعرف ماذا يقوم بعمل داخل بالله ماذا يقوم بعمل يعني قاعد يحضر جن قال لا أنا مقصدي كذا نحن متفقين أنه يحضر جن وساحر وكذا لكن أنا أتكلم عن مصدر الريحة نفسي أعرف مصدر الريحة هذه الآن سائب كل ما أنا وصفته والتي أنا شفته ويحضر على الريحة نعم تنسيس إمامًا لتعرفة الإشارة في تركي كانت تشكو أصبحت أنا صراحة خاصة بعد مكان يخرج من المقبرة وينزل للوادي آخر الليل ومعابوكش ويأتي بعدين وتأخشي الغرفة أتسألتك أنه عبد الرحمن لا يكون رائعا لك أنا متأكد أيضًا تريد أن أذهب إلى الغرفة أفهمًا بعد�� يقوله ثم يقوله عبد الرحمن بعد مرة في الجوهب مثل الممكن تزيل الماء جد من أصول إلى النوار دعون الأمور أمورنا ذهب بالمثل من أمور ينظر قلل في الجوهب هو يحر Unternehmen مهور دعون على أصول ، بالفعل يجب أن نسيقين أكثر مكمل أكثر من فلقه قالت اكثر من المزيدين اكثر من أصول محور للعباء في السبب نحن سيحر يجب أن يشخشه هذا في السحر. وهناك أيضًا الذين يجبون هذا في الكوسكوس وهناك من السحر أكبر أكبر يجب أن يفعل السحر والموت نستكشف بالضبط ما الذي كان يجيبه من الوادي والمقبرة؟ قلتنا طيب ، فكرة جيدة لكن عندما تذهب إلى الغرفة بعد الساعة 12 يدخل إلى الغرفة ولا يخرج إلى الفجر؟ قلت تذكر الثلاثة الأيام التي تحدثت عنها وقلت لك أن يذهب إلى المقبرة وبعد ذلك إلى الغرفة قلت تيوه ، قال لي بكرة وخذ العلم مني وأول ما يخرج ، ندخل بعده على طوله ونسرق التلفزيون ومنها أيضًا نستكشف ما الذي يوجد في الغرفة وقبل أن يرجع بساعة أو ساعتين كالعادة ، نذهب إلى التلفزيون لكي لا يرجع ويشك أن هناك أحد دخل بعده ماذا تفكر؟ عندما نتوقع لديه عبارة لتصمتير عندما يذهب إلى التصمتير نحن نساء لذلك نحن نستمتل من تقديمهم ويقول only الثاني على الساعة كذا واحدة ونصب الكثير في آخر الليل اللي هو نشوف جدي طلع من الغرفة وسكر غرفة بالمفتاح وحط المفتاح تحت الطوبة جنب الباب طبعا احنا كنا فاتحين الباب بشويش وقاعدين راتبه وانتوا أكيد عارفين انه جدي ساكن في غرفة لوحده في الحوش بره منفصلة عندنا المهم خليناه لما يبعد مرة وتأكدنا انه خلاص يعني طلع من البيت قل لي عبد الرحمن ماشي هنا شلنا الكشاف معنا زي ما انتوا عارفين الحوش كان جدا ضلام اول مصنع عند الباب بحثت الطوبة وسحبت المفتاح وتفاجأت انها كانت مجموعة مفتاح ليس فقط مفتاح واحد فقدت عبد الرحمن اخيه الكشاف وقلت الكشاف قلت الحظه لله أعتقد أنه كانت الطوبة فعلا نتاقى أنه اسميه سواء ايدي أختار يبدو مقول صفا وفعل السماء وما هي فعله fueron فتKS تستطيع اتفت وخوشين تجرب المفتاح الأول الثاني الثالث والرابع الخامس اتبع معنا و أول فعلت باب معنا كنا يا جماعة الخير جدا متوترين الحماس الذي كنا فيه ونبغ ندخل الغرفة ونستكشفوها كذا راح لهذا يقول يلاسوا الكليه كليه الثالثين 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 ثالثين وغيرها يتحول ويقول نهي كانوا في الحظ كانوا منها انتظاروا عندما كانوا تشعروا ثم يقولوا انتظاروا ما الذي رأناه قمت اخذت الكشاف من عبد الرحمن وقعدا كشف لست مدخلنا والله جماعة الخير والغرفة كانت أعوذ بالله قمت القرف والعفانة الله يكرمكم وجدت الغرفة معلبات الكل اللي يأكل منها فيها شوية أكل و مقبوبة كذا على الأرضية السرير حق وينام عليه البطانية و المخدة ما غسلها من سنين طبعا كمان الان يقوم الو و يالس من أردور يقول انه انه لم يقوم بلا يلا داخل و بهذا انه لم يتص معظر و أنا كنت أكشف كذا اكتشفنا أنه عبدالرحمن أنه نفس الغرفة مكسومة من النص يعني قسمها بجدار و أجلها على الغرفتين وهذا كله هما علمتكم ونحن نحن نباري الغرفة ونحن ندخل عندما أسمعت ونتأخي أخي عبد الرحمن بسكني قال لي اسمع تركي أقول لك دعونا نعود قالت أنا إيش؟ والله ما نعود يا شيخ ونحن نجينا هنا وفتحنا الباب لا والفكرة كمان أنت اللي جبتها قال لي يا تركي والله يقول لك أنه عندما يكون فيه يقول لك أنه يكون فيه لديه دائرة يقول لك أنه لا يوجد إليها لا يوجد إليها وفي ذلك عبد الرحمن يبدأ لك يريد أن يترك وقال لك أنه مستقبل وفي ذلك لك أنه لا يوجد وفي ذلك لك أنت تقدمت هذه المعيشة ما حسبت الوضع كذا يخوف خلاص تكفى خلينا نرجع ابدا لا تفكر اننا نرجع سمي بالله وخلينا نخش وفعلا يا اخوان سمينا بالله ودخلنا بس ملقينا شي غير سرير النوم اللي نام عليه والشاشة حق التلفزيون والقدارة اللي هو عايش فيها المهم عبد الرحمن راح شار التلفزيون وقال يلا الله يترك يطلعنا قلتنا لا أصبر خلينا نعرف ايش اللي موجود كمان في الغرفة الثانية ينتظرون في الوضع ويلا نتحدث في الوضع اعتقد انهموا مرور ويلا نرى الموضوعا يقول لا 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 نتحدث في الوضع يا تركي تكفى الله يرحم امك لا نريد نعرف دعنا نضغط للتلفزيون وذهب قلت لا نزل التلفزيون ويذهب وراءك واولة جماعة منقرب من الباب الذي دخلنا على الغرفة الداخلية شميت الريحة التي أول كنت راقبا مع الشباك فالريحة كانت مألوفة لي التفيت لعبد الرحمن وقلت لك هل هذه الريحة التي شميتها أول المهم أظهر المفاتيح إذا كان يسألت المفاتيح ببعض ثابت ويشعر يشعر ويشعر وقال هو المفتاح المناسب لالباب وقال بدور مفتاح المناسب للباب جربة المفتاح الأول والثاني والثالث كما قام ببرا على الباب الخارجي أولا لم يشبك معي واحد فيهم وأول ما فكهت الباب يا جماعة الخير الريحة فاحت بشكل مطبيعي حطينا ثيابنا كذا على خشوبنا ودخلنا وإحنا قاعدين يكشف زي كذا عبد الرحمن كان يدخل بفمي مرة كم لصق فيني دفت وقلت له عمي يسترجل لبعد عني المهم وإحنا قاعدين استكشف الغرفة زي كذا وعبد الرحمن راح في جهة وأنا كمان رحت في جهة لقيت أنا السجادة الحمرة مادر القماش اللي كان أول جالس عليه وقاعد يعني يجلد في نفسه وكان جنبها مبخرة جنب المبخرة هذه كان الصحن الذي يأخذ منه كذا ويضع في نفس المبخرة ورحة الدخان الذي كان يفوح من المبخرة هي رحة التي أول كانت تشمها المهم يقول أنه يأخذ في الانترى يشعر الوضع يشعر الوضع يشعر الوضع كما ترى ويشعر يشعر 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 رجل على المكان ومعه يوجد المترجم ومعه المترجم ومعه يشعر ويشعر هذا يشعر هذا بسطن أكشف حول المكان الذي كان جالس فيه وفجأة جماعة أشوف فيه عظمة طائحة وجنب العظمة هذه كان فيه حجر قلت أنا معقول أنه كان يدق العظم ويأخذ الفتاة حق العظم ويضعه في المبخرة وتطلع الريحة هذه مستحيل لا تصل لدرجة العفن هذه من الريحة قمت أخذت العظمة وأبا استكشف عظمة هذه بالضبط قلبتها يمين يسار لم أعرفت عظمة أيش لأنها أصلاً كانت مدقدقة بالحجر فقربتها مني كذلك وقعدت أشم وكانت الريحتها عفنة المهم بإمكانها قلت أنه يأخذ أصلاً يأخذ أصلاً يأخذ الأصلاً يأخذ الأصلاً ويأخذ أنه لا يوجد أصلاً يقول إنه أصلاً يأخذ بالأصلاً والتي تستخدم ويستخدم كم عموماً فتحت الكتاب وعرفين حركة اللي لما ما تبا مثلا الصفحة الضيعة ترح تحط الغلم في النص هو كان يفعل نفس الحركة بس الله يكرمكم حط عظمة كذا صغيرة وكانت ملطغة بالدم في النص هو يتحدث كذلك ينظروا لتصفحه اليوم والاديو وقف الشيخ يتحدث كذلك وكان ي Nicholas اتطلق من أنه يدفع في الرسال مخفى كذلك كان يقربه ويد ويقولte أن النص هو كان لديك انسان في حالة الناس كانت تحدي بكي كما يفعلت سونة لأنه يحتاجه في روخة بلا آئية كانت كم عقدة شعر صغيرة محطوطة جنبها أنا جماعة من قوة الغباء اللي فيه لي ما كان المفروض أسوي شيء ذا رحت أقرأ الطلاسم والكتابات اللي كانت موجودة في نفس الصفحة وكانت ما هي مفهومة يعني تحسوا أنه كلام عربي بس أنه جاي من اليسار لليمين بالعكس وكان ما بين الصطور لا في أسماء كذا عربية وكانت مفهومة عموما وأنا قاعد أقرأ كذا وأقلف الصفحات وأستكشف جان عبد الرحمن على طول ومسك الكتاب وصكه للي فيه اللي يهدر الثلالي يهدر الثلالي يقول إنه كانو مزار مدنشو كذا اقرأة ما بأسقنات الأسفراء كذلك الأراب أقرأة ما بأسقنات أقرأة ما وكذا اقرأت من أجل نفس الصوت وكذا كذلك للمنشروع وكانت مفهومة للمنشروع يقول إنهم كثيراً وملنشروع تقرأت للمنشروع وي busca دير بطرقاً وما يتحب في بطرقاً لم تطوير العبود الرحمن يقتر الأنسف قلت له قبل مريض مريض بيك شيء قلت له ما هو فيك قل مريض كتاب سحر من يرى كتاب سحر قلت له يا أخي لقد قرأت كله بعض الكلمات مثل هذا وخلاص قل له كلماته خلاص المهم بعد ما اطلق صوف عبد الرحمن قال تفو تتبعي في الصيف تتبعي في الصيف قال لا لا لقمت فقط لقمت قمت يقول قمت طلع من هنا أذكارك لا تتركها نصيحة يا تركي أنا صراحة لم أخذ كلام أخي عبد الرحمن على محمل الجد يعني وقلت لا يا ابو عوافي وما كنت أدري يا جماعة الخير وش كام خبيل المستقبل المهم وإحنا لسا مستمرين وقاعدين نستكشف المكان أكثر يعني أخي عبد الرحمن راح كذا في زاوي بعيد عني وقاعد يبعثر ويفتح في الدواليب ويسكر ويلاقي كتب ويلاقي مدري إيش أشياء مرة غريبة شوية كثة إلا ويقول لي دعوا بسرعة أولا يقول أن عبد الرحمن أود تitude تركي حتى الان hardcore ا Помغلق terrain أطليل أ are Herr أحمر هناك قل لي شوف طلعت زي كده الا ولاقي البكشة حقتها الشايب اللي كان ياخذها للمقبرة وينزل فيها للوادي ويرجع للغرفة كانت محطوطة في زاوية الغرفة ورابطها طبعا انو عبد الرحمن ما كنا مرة قريبين من نفس البكشة هذه لا كان في مسافة بيننا وبينها فكنا كل من قرب انو عبد الرحمن الريحة يا جماعة الخير كل مالها تزيد فادركنا تماما يا اخوان انو مصدر الريحة فعلا من هذه البكشة فمشان انا وياه ليه مرة قربنا منها وكان كل واحد فينا مرة خائف يقول للثاني انت فكها انا كل عبد الرحمن لا والله انا فكها صراحة انت فكها انت لو تبه المهم انا قررت في النهاية واتشجعت جماعة الخير واول ما امسك البكشة زي كذا واسعبها و هو شوك يقول له يتجمع عظام صدر اليوم الأكبر ان العظام لا تقول أن العظام لها فترة طويلة لم تتحلل أو ناشفة أبداً لم تكن كذلك العظام كان واضح أنه لم يمر عليها فترة طويلة هل يقول أن هذه العظام صدر على الأثور لم يقبل يعزون أنها كانت مرة من قبل وقد كان لدفره ذكرت هذه العظام عبد الرحمن وعقوله الرجل الشايب فهذا يعني ينبش القبور قلت أنا والله لا تستبعد عبد الرحمن لكن واضح أنه ليس كل القبور يمكن أن يحدد بعض القبور الأموات التي لم يكن لهم فترة طويلة ومدفونية المهم ونحن نتحدث عن ذلك بعد ذلك صاحب عبد الرحمن يقول تركيا تعتقد أنه ستبعد في الطمب ستبعد الطمب وقال إنه ممكن أن لا يفعل ذلك مع أي طمب ستبعد الطمب أو يوجد الموت التي كانت تبعدين لذلك وفجأة أخوه عبد الرحمن سمع صوت خطوات واحد يمشي نحن طبعا كنا في الغرفة الثانية فكان هناك مسافة بيننا وبين الباب الذي يطلعنا من الغرفة وكان صوت الخطوات الجماعة مرة قريب قلت العبد الرحمن لا يكون جدي والله لا أدري يا تركيا لكن ليس شيء خرجنا وأول ما أمسك بيد تركيا وصلنا ونطلع مع الباب إلا وجهه في وجهه جدي قام بدفنا بقوة وصكة الباب يقولون أنهم لا يسمعوا بشيء يقولون أنهم لا يسمعوا بشيء يقولون أنهم يساعدون إلى الطمب يريدون أن يخرجوا من الطمب لأنهم يساعدون إلى الطمب عندما يساعدون إلى الطمب بعد ذلك يذهبون إلى الطمب يذهبون إلى الطمب ويذهبون إلى الطمب ويذهبون إلى الطمب طبعا عبد الرحمن في هذه اللحظة لا أصف لكم شعورنا كنا في قمة الخوف ومستسلمون فقط ننتظرون مرة يأتي يدخل علينا والمهم نحن 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 في الطمب وماذا نفعل تذكرت الشباك الذي كان بدون شباك لكن لم تكن تعرف أي شباك لا أعرف إذن إذن سأضع لأنه ليس جد قمة الخوف ومستسلمين سأستمر إلا وجهي في وجه جدي قام بدف لا يفعل لا يفعل في الغرفة الثانية فكان هناك مسافة بين نوع وبين الباب الذي يظهرنا من الغرفة وكان صوت الخطوات مرة قريب قالت العبد الرحمن لا يكون جدي لا أعلم من أن نرى ومن الأول والأول من أن ننزل دائما هو أشياء دائما في الجديد في الثاني قمة الخطوات يترون أشياء للمتابس في الأن لذلك يخبرون وقد يقولون أنه كان طابقا فهل صاحب أو هل صاحب أخبر يقولون أنه فإنهم راح من جمع الغرفة لكابل الكهرباء ويروح ويطفيها علينا طبعا عبد الرحمن يا أخوان في اللحظة هذه لا أوصف لكم شعورنا كنا في قمة الخوف ومستسلمين خلاص يعني بس قاعدين نستنى متى يأتي يدخل علينا المهم ونحن قاعدين ماذا قاعدين نفعل؟ لقد فرمت البورة لذلك يوجد حاوش لديه لذلك لا يمكن أن يخرج كما لو كانوا في المنزل في المنزل يلف الغرفة وماذا نفعل؟ ما نفعل؟ تذكرت الشباك الذي كان بدون شباك لكن لم تكن تعرف أي شباك فيهم لقد فتحت الشباك الأول بحيث لو كان قريب هو لا يسمعني فقاعد داف الشباك وارفع 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 حاجة بسيطة كذلك ليس مفاك إلا ويطلع نفس الشباك الذي كان فيه شباك فقاعدت إلى الغرفة الثانية التي كان يحضر فيها الجن وسحب معي أخي عبد الرحمن وفتحت الشباك على طول جمعة الخير نطيت ومديت يدي العبد الرحمن وسحبته وفقعنا على البيت يقول أنه يمكن أن يكون هناك دوة فنة فنة ليس هناك شباك لا نرى شيئا لا أعلم أنه يكون هناك حوش أو ما يكون هناك دائما لذلك يساعد لذلك يمكن أن يكون هناك فنة ويساعد على هذه الفنة لذلك لا يوجد أي سلوش لكن هناك شيئا جماعة الخير عبد الرحمن أصدقها تمنيت أبدا أنه لم يقومها ونحن نحن مع الشباك وشاردين قابلنا البس السوداء التي أولا قلتكم عنها وكانت واقفة على طريقنا ومجمد وما تتحرك فعبد الرحمن الآن في لحظة عندما كنا نجري قام وشات أمها بأقوى ما عنده طييرها طييرها يا جماعة الخير قسم بالله يمكن أكثر من كيلو المهم طبعا الشاب ذا الذي هو جدي أبدا لم يكن يعرف أننا نخرج من الغرفة إذا كان يقولون أبدا أنهم يقوموا بأقوى مجمع وكانها يقوموا بأقوى المجمع وكان هناكiers Resident noirs وكانهم في طريقنا وكانت أني خواهق أصدقوا الأمر وكانوا يسوحون عندما كانوا فينسية وكانوا في الانسفات وكانوا كمينا فإنسان للأحقار وكان لقد أسوأ يمت الأقاج بشيئة وكانت أطلقى وعندما أصدقاء في مكانه عندما وصلنا للبيت فتحنا الباب و نراكبه فكان في السيارته لا أعرف بالضبط ما كان يفعل و ما الذي نسلقه معه من السيارة لأن في لحظة قال له أنه أبوه يجب أن يكونون يجب أن يكونون في صفحة لكنه لم يكن لهم وليس لهم وليس لهم قال له أنه يجب أن يصل على مكانه ومتوجه للغرفة وعلى باله أنه كان في الغرفة كما يتعلم ما سنحصل على الله العالم ما الذي يحضر باله فتح باب الغرفة ودخل و أولا ما دخل ينصدم لذلك يقل انه كان يوجد كما كان يوجد و عندما يتعلم في المكان وعندما يتعلم في المكان كان يتعلم كان يتعلم كان يجنونه شعراً ومتحدث خاصة بعد أن يرى أليس لما ترى وعرف أنه كما أردنا عندما يدع فتحة وكان يرى يتعلم شاب هو وكاسك اصبح اصبح وكاسك بطلق وكاسك بطلق وكاسك بطلق وطلق من المر 갖بت . أما عبد الرحمن إيقافنا وسكرنا باب ومرضنا في أمي وسكرنا باب وشبابيك . وكذلكמ�م السبب كما يصبحون بالفعل فربما يقوم بعمل السبب باب ويذهب من فروع ويقع الناس الوئد ويقفوا كلام Labor czar وعندما فقد الأمل خطأ يبدأ ينرغب في الفنة ينسل و ينسل و ينسل و ينسل يصل لنا قل كلمتين قبل أن يذهب قال أنا أعرف كيف أهجكم من البيت يا كلاب و فعلا يأخذ عندما ينسل و يتعرف أنه لا يمكن أن يتعرفون لأي مرة أخرى في الحامل و يقول ستعرف كيف تتعرفون مرد اسكوزي دوما ينتظرون أعلم كيف يتعرفون هل يقوم بيزيزي و فعلا يا أخوان اليومين هذي اللي عشناها في البيت قبل أن نسافر الشرقية قسم عليه اللي عشناها في رأب ما يعلن فيه إلا الله يقول إفكتيبا يقول يكون دوما يهضرون أنه يقول يقول أنه يقول أنه ليس ذلك قبل أن يهادي حيث أنه يكون يقول أنه يقول ترجمة نانسي قنقر